قرية ابن خلدون في قضاء بعقوبة أهلها مهددون بالترحيل أو هدم بيوتهم بسبب ظهور شخص يدعي أنه يمتلك أرض القرية يسكنونها منذ أكثر من سبعين عاما هنا ولدوا وكبروا لكنهم الآن مهددون بالرحيل عنها قصرا قرية ابن خلدون في قضاء بعقوبة منحت الحكومة أرضها لمئة عائلة أو يزيد ضمن قانون الإصلاح الزراعي لعام ألف وتسعمائة وسبعين الواقفون شيبا وشبانا هنا ينتمون لهذه الأرض الصغيرة ويمتلكون سنداتها الأصولية ويقولون أن ملكيتهم لقرية ابن خلدون لا شك فيها تماما مثل ما لا يشك أحد بملكية ابن خلدون لمقدمته وثائق حكومية تضمن لهم الزراعة والسكن هنا يحملونها ملوحين بها في وجه الدولة التي منحتهم إياها أول مرة ثم انقلبت عليهم فعلى حين غرة من الحياة يظهر شخص يدعي أنه حصل على الأرض بتعويض من الدولة لكن أهل القرية يؤكدون أن سنداته لا تخص أرض القرية وإنما هي لأرض أخرى لكنه اتفق مع المساح ليتلاعب بالخرائط والتراب أهل ابن خلدون لا مكان لهم غير قريتهم ونداءاتهم العالية تدوي أن لا مستقر لهم غيرها وهم حين يخيرون بين الرحيل أو شراء الأرض أو هدم بيوتهم فإنهم سيختارون طريقة أخرى للبقاء احنا ما نبقى ساكتين أما نموت أو نقعد بالشارع نلجس احنا وعائلنا بالشارع العام حتى يجدوا لنا حلا لهذه المشكلة ترجمة نانسي قنقر